السلام عليكم طبعاً نصيحة للشباب أو الشبابات اللي جايين سويسرا يعني قبلو ما تكث سويسرا حاول تخشوا على الفيسبوكا ويوتيوب وكده شوفوا الناس اللي عاشي في البدا اللي انتم راحينها سويسرا وكده عشان ممكن لحد يخدمك وهتلاقي ناس كتير جداً بتخدم يعني انا عن نفسي مثلاً لو اي حد بتتصل بي على قد ده اقدر بروح اشوفه وكده وبساعده ولو ما عنديش وقت تجب عن طريق التليفون بتبقى نصيحة مهمة جداً عشان لما تيجي هنا سويسرا يعني سويسرا منظمة قوي 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 فكل حاجة بموعيد وكده فبيحسر شوية مشاكل مع الهل جداد هنا لحد ما يفهم النظام انا اديك شهر كده وتبقى خلوص فاهم النظام لكن هنا ما تحبوش الموعيد اللي بتتأخر اللي بينام وكلام ده الموعيد هنا مهمة جداً يعني المعاد هنا زى السيف طيب بالنسبة للشوء عشان بس افهمكم حاجة الشوء هنا بتبقى كاملة يعني جاهزة خالص لكن ما فيهاش فرش ده غير المفروش الشوء بتبقى فيها المطبخ وفيها كل حاجة لكن انت بتجيب معدات المطبخ انت بتجيب الإضاءة انت بتجيب السارون انت بتجيب التلفزيون الدولاب السرير السجاد كل ده انت بتجيبه طبعاً فيه زى ايكيا معروف طبعاً في كل العالم هتخش طبعاً ايكيا بتتقلب يعني في مصبه عليه ايكيا ولكن هاي بغير هنا اسمها ايكيا ده معروف طبعاً هتخش تشوف الاسعاد في سويسرا وفيه حاجة اسمها كنفراما وفيه حاجة اسمها نجبه انا هكتب لكم الاسامة ده تحت عشان تخش تشوف لو انت هتجيب فرش البيت هيكلفك قد ايه الحاجات ده مهمة على فكرة ان انت تعرفها عشان لو انت هتعيش لوحدك او حتى هتعيش مع حد مثلاً لو هتجيبوا مثلاً صادون هتجيبوا طرابزة اكل هتجيبوا اي حاجة بيبقى انتو التلاتة مع بعض زائد ان فيه حاجة اسمها صفحة على الانترنت اسمها ريكاردو دي بيبقى فيها حاجات كتير جراتس جراتس او كادو او فري اللي هي ببلاشي هتلاقي حاجات غريبة جداً في الشارع وانت ماشي في المنطقة اللي انت ساكن فيها واحد مثلاً منزل دولياب وكاتب عليه جراتس يعني تاخده معاك دي بش اي مشاكل دي بصاحبك خبش لتو خدته دي ببلاشي انت ممكن تنفيش البيت كله ببلاشي لو دخلت على الانترنت على صفحة ريكاردو وهتجيب مثلاً جراتس لو انت عايش في حتة المانية هتلاقي بقى ايه مغارة علي بابا تفتحت هلوه حاجة كتير قوي يعني هتلاقي بقى حاجات لخرفة النهوم حاجات للصالون حاجات للتولاد حاجات مش عارف لي ايه مكاتب تلفزيون راديو سليهات كل الناس هنا عندهم حاجات كتير جداً فدي برضو حل فيه كتير جداً من هما بيدرسوا بيعملوا عليها بيشتغروا عليها طيب لو انا لقيت الحاجة دي في الشارع بنحق اخلها اه طبعاً ما هو مكتوب عليها جراتس او بلاش اتفضل قطة ده هو حتى يفرح ان انت خذتها بدل ما هي عشان رمية هيدف عليها فلوس طب انت لو اروحت ايكيا مثلاً وعاوش تفرش بيتك كله بعد ان انت ما شوفته والكلام ده ايكيا جبيت جداً يعني خمسة تساعات لحد ما تلف وتشوف لان المغري حسب امكانياتك المادية هتشوف بتعمل ايه عندهم عربية سيارات بتتأجر طبعاً لازم يكون واحد مقيم ومعاقل روصة سواءة او اللي هي الدولية بس تبقى فاهم نظام المرور في سويسرا انجل واحده باكاريوس او الله نتصام السواءة هنا يعني احنا هتشونا فيه نفيش حد اجنابي جيه هنا الا ما تشوف فيه هنا فانت كده بتجيب العفش فانت عرفت كده او عرفت ان فيه طرق مجانية خالص وفيه برضه طرق عن طريق الجامعة او عن طريق اصدقاء واحد يشعاوز سرير ممكن يسلفوا لك او يدوه لك يعني او صدونه كده وفيه اذا ما فهمتك في مدخل الجامعة من السكرتاريا تتلاقي حاجات كتير جداً 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 زيوريخ سيتي بيش محتاجة على سيارة بقى زيوريخ سيتي هو اول حاجة الدراجة او البسكليات هتلاقي كلمية دراجات كتيرة جداً 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 اصعار الدراجات برضه بش رخيصة يعني اقل دراجة مثلا 250-300 فرنك اللي هي كويسة بس هزم تقفلها كويس عشان ايه هم بيش بيسرقوها اقولك بيعملوا ايه هم وصلوا واحد مثلا يمشي يخلها ورايح المشور بتاعها بعدين نرميها وتقعب بقى تدور عليها يعني بقى البوليس وكتب اخر هتلاقيها او مش هتلاقيها خالص فحاول تغفل الدراجة بتاعتك انا تسرق مني اثنين في زيوريخ الترام طبعاً اللي هم تحت 20 بيبقى لهم تذكرة الخيصة بتركب بيها كوتوبيس وتركب بيها الترام وتركب بيها الكتار وتركب بيها المركب حسب المنطقة اللي انت محددها زيوريخ زي مناطق وفيها 12 منطقة بالأرقام واحد اثنين كده فمش تركب يعني البلت دي اللي هو التذكرة اللي هتلافي بيها زيوريخ فيه حاجتان اللي بتلافي بيها دي بعد الساعة تسعة الصباح بتبقى تذكرة كبيرة جداً حلوة ده لو انت هتدرس بعد الساعة تسعة دي هتوفر عليك كتير لما دي هتوديك اماكن كتير جداً لما الفسحة اصلاً انت لو كتبت ترام ومشيت بالترام كده انت راكب كده فسحة وكمان الجامعة اللي في الزيوريخ جنب البلفي جنب البحيرة يعني ثلاث دقائق ماشي من الجامعة وخمس دقائق بيها في البحيرة المكان ده بقى خطير من اجمل المكان اللي تشوفها هتلاقي كمية ناس كتير وهتلاقي طالبة كتير قاعدين على البحيرة ويذكروا وهتلاقي مزيكة وهتلاقي ناس كتير ماشية ومراكب وعربيات يعني مكان خطير ومكان ممتاز جدا البحيرة الزيوريخ جنبها عطول دار القبرى المكان مواسع جدا وبتجمعه فيه الناس كلها بالذات كمال لو جوه هلو هتلاقي نفسك اتجمعته وتعرفت على ناس وهتلاقي جميع اللغات الحية والميتة هتلاقي جدا هتلاقي ساكن في زيوريخ جنب الجامعة السويسفرة مغرية جدا الحاجات فيها مغرية جدا فتخلي بالك من المصاريف البنات انصح من الولاد في الحتة سليم يعني انا قابلت ناس من الخليج وهنا بيدرسوا برضو يعني الشباب سألتهم يعني بيتراوحوا المصاريف في الشهر من حوالي سبعمية لحد الف وخمسمائة فرنك للشباب انت عشان تشتري بانطلون او تي شيرت او كده والكلام ده سويسفرة مكلفة طبعا مع الفترة هتعرفها هتروح تجيب من الهام ومتعرف ايه في حاجات كده هتعرفها لما تيجي تعيشها البنات موفرين جدا وبيعرفوا وبيخشوا على نت وبيسألوا وعامة البنات هنا كمان يعني دول خليج ماشا الله عليهم منتزين ونصحين جدا 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 بيسألوا السويسفرين وبيسألوا في الجامعة اللي هو بروحوا اشتروا من هنا فبيعرفوا وعامة الحريم بيعرفوا يحوشوا عن احنا ايدينا مخرومة بيقول كده بمصد ايدينا مخرومة في حاجات هنا ودي هنا حاجة برضو السويسين بيحبوها كده اللي هي ببقى فيه اسواق للحاجات المستعملة بيبقى يوم السبت جنب الجامعة عند البحيرة دي كده بتعد الكبري بتلاقي حاجة جاء سوق في منطهر روعة هتشوف حاجات عمرك ما شفتها في عادة حاجات جميلة جدا واسعار رخيصة ولادم تفاصل سليم هتلاقي طلبة كتير جدا في السوق ده مستنينه هتلاقي فيه كل حاجة من كتب لانتيكة سجاد هدوم ريحة كل حاجة تختار على بانك هنا بيسموه فيه كمال اماكن اللي هي بالبيت الحاجات القديمة اللي هي اسمها بروكن هاوس دي بتخشي جوه ببضو مغارط على بابا بتشوف فيها الحاجات برضو وتفاصل وممكن هم بيستدول لك الحاجة بس برضو بتدفعها دي الحاجات اللي انت ممكن تقدر تلمي نفسك فيها لان دي مصارفة بتبقى كتير جدا زي ما فهمتوكو الشقة او البيت بيبقى جاهز لكن مفهوش معتاد مفهوش ادوات مطبخة لازم تشتري كل حاجة قطبقه شوه سكاكين كساكين كله تشتريها لو انت قعدت مع عائلة سويسرية مش هتشتري حاجة عندهم كل حاجة دي كانت نصيحة لكم يعني وهسيب لكم برضو اللينكات وطاق الايكيا معروف وكنفراما طبعا بالنسبابكم مش معروف لانه هنا موجود في السويسرا فده هيساعدكم كتير عشان تعمل كده بلان انا هيكلفني قد ايه العيشة الدراسة رخيصة العيشة غالية تحياتي السلام عليكم